ما عنديش مانع أعمل مشاهد فيها قبولات لأن جوزي اللي بيشجعني على كده ده جزء من تصريحات الفنانة فدوى عابد اللي تصدرت الترند بعد مشاركتها في مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع فدوى عابد اتجوزت مرتين وأنجبت ولد وحيد من زوجها الأول واتجوزت للمرة التانية في السر بسبب رد فعل ابنها اللي ما كانش موافق على الفكرة من الأساس لحد ما قدرت تقنعه مين هي فدوى عابد؟ وإزاي قدرت تقنع ابنها الوحيد بزواجها من رجل تاني وإيه علاقته بزوجها التاني وإيه حكايتها مع المشاهد الجريئة تابعونا للنهاية فدوى عابد اتولدت سنة 1985 وكانت بتحب التمثيل من صغرها وعشان كده خاضت تجربة التمثيل على مصرح المدرسة فدوى عابد اتعرضت لفعل غير أخلاقي في السنوية العامة وهي رجبة التكسي وأنقذها رجل عجوز وشكرته ودته فلوس وحكت لولدتها الموضوع وهي منهارة وعشان كده قررت ترتدي الحجاب وكمان لبسها كله بقى واسع عشان كانت خايفة يتكرر معاها نفس الفعل غير الأخلاقي في الشارع وكمان قالت في نفسها يمكن أكون أنا اللي غلطانة والناس بتبصلي بشكل معين واتفجأت في شهر رمضان قدام الجامعة بواحد عمل معاها نفس الفعل غير الأخلاقي للمرة التانية فخلعت الحجاب بعد شهر من ارتداؤه لأنها شافت أنه ما فرقش كتير وما منعهاش من المعاكسات ونظرات الناس في الشارع وتخرجت فدوى من كلية التربية الفنية من جامعة حلوان وقررت تشتغل في مجال العقارات في شركة مش مصرية وفعلا حققت نجاح كبير جدا لدرجة أنها تولت منصب مديرة إدارة العقود الإيجارية نشأت بينها وبين شاب بقصة حب كبيرة وتجوزوا سنة 2007 وأنجبت ولد اسمه أحمد سنة 2008 بس حصل بينها وبين زوجها مشاكل وأزمات فقرروا ينفصلوا في هدوء بعدها اشتغلت فدوى في الفن اللي بتحبه بالصدفة عن طريق صديقتها المخرجة هيبة يوسري اللي سألتها عن رأيها في التمثيل وبعدها بسنتين كلمتها وطلبت منها تشاركها في مسلسل سابع جار مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ودي كانت البداية اتعرفت فدوى على شاب من خارج الوسط الفني وطلب يتزوجها رغم أنه كان متزود بس هي كانت مترددة وخايفة من رد فعل ابنها الوحيد وفعلا اللي حسبته لقيته لأنه رفض الفكرة من الأساس وهددها بأنه هيروح يعيش مع والده لو هي اتجوزت وبعد إلحاح من العريس وفقت فدوى تتجوزه وكانت بين نارين وطلبت منه الجواز يبقى في السر وفعلا أهلها والمقربين منها بس اللي كانوا يعرفوا بالجواز ده وبعد فترة بدأت فدوى تحاول تقنع ابنها وعرفته بجوزها لحد ما بقوا أصدقاء وأعلنت الجواز منه بشكل رسمي نيجي بقى لسبب غضب الجماهير من فدوى فدوى اعترفت بموافقتها على المشاركة في أدوار ساخنة فيها قبولات أو حتى ترتدي فيها الميول بيكيني وده بعد تشجيع زوجها ليها اللي بيدعمها دايماً واقف في ظهرها كمان أكدت إنها طالما مقتنعة ما يهمهاش رأي الناس الغريب بقى إن فدوى وزوجها اتفقوا على شرط مهم قبل جوازهم وهو إن أي حد فيهم مش مبسوط من التاني يقدر يمشي وينفصل بهدوء فنتمنى كل التوفيق للفنانة فدوى عابد اكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر دور عجبكم لفدوى في الأعمال اللي شركت فيها